توجدت مملكة البحرين بلقب البطولة الأسيوية الثالثة عشرة لاختراق الضاحية التي أقيبت صباح اليوم بنادي راشد للفروسية بمنطقة السخير بعدما سيطرت على جميع المسابقات واحتلت المراكز الأولى في سباق الرجال والسيدات والشباب والشبات على مستوى الفرد والفريق ليجمع الداؤنا 11 ميدالية ملونة في المجموع العام من بينها أربع ميدالية ذهبية وأربع ميداليات فضية وثلاث ميداليات برونزية وافتتحت البطولة برعاية كريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وبحضوري سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة نائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اتحاد دول غرب آسيا لألعاب القوى رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى هذا وقد رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أسمى آيات التهاني والتبركات لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة تحقيق منتخب البحرين لألعاب القوى الانجاز التاريخي باحتلاله المركز الأول في جميع مسابقات البطولة الأسيوية الثالث عشر لاختراق الضاحية وأكد سموه أن استضافة مملكة البحرين لمنافسات البطولة هو تأكيد جديد على مدى الثقة والسمعة الطيبة التي تتمتع بها المملكة من قبل مختلف الاتحادات الإقليمية والقارية والدولية وهو ترجمة حقيقية لتوجيهات عاهل البلاد المفدة بأن تكون البحرين قبلة لكل الرياضيين بما يعزز من مكانتها على الساحة الرياضية العالمية وأعرب سموه عن ثقته الكبيرة في الاتحاد البحريني لألعاب القوى برئاسة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في تسخير كافة الظروف لإنجاح الحدث الأسيوي مستشهدا على ذلك بالنجاحات السابقة التي حققها الاتحاد في تنظيم البطولات والتي كان آخرها البطولة العربية لألعاب القوى للرجال والسيدات وأكد سموه أن البطولة تعتبر فرصة مثالية لتبادل الخبرات والتجارب بين الاتحادات الأسيوية بسم الله الرحمن الرحيم سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأنبية البحرينية سعادة اللواد أحلان الحمد نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الأسيوي والغطري للعاب القوى أصحاب المعالي والسعادة أخواننا وأخواتنا الرياضيين أيها الحفل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم يسعدنا اليوم أن نكون معكم في التجمع الآسيوي الرياضي على أرض مملكة البحرين والمتمثل في بطولة الآسيوية الثالثة عشر لاقتراغ الضاحية والتي تشهد مشاركة 119 عداء وعداء من 20 دولة آسيوية برعاية كريمة من سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إذ نعرب عن شكرنا وتقديرنا لرعاية سموه الكريمة فهذا الحدث ينظم إلى بقية الأحداث الرياضية التي تستضيفها المملكة بشكل دوري ولعلا برزما يميز هذا التجمع بأنه ذو طابع آسيوي يحتضن أبناء هذه الغارة أن البطولات الآسيوية الرياضية باتت تشكل محبة مهمة للغاية تتمثل في التغاء الرياضيين ما يساعد على تقوية روابط الألفة والمحبة والتواصل كما أنها فرصة للتنافس الرياضي الشريف الذي يجمع ما بين الرياضيين لذا فإن هذه البطولة لن تختلف عن تلك الأهداف السامية التي دائما ما نسعى من خلالها عبر تجمعاتنا الرياضية وختاما فنحن في هذا التجمع الرياضي الآسيوي نأمن لجميع الوفود والمنتقبات الآسيوية المشاركة التوفيق والنجاح الطيب للإغامة في بلدهم الثاني مملكة البحرين شاكرين ومغدرين لرئيس وعضاء لجنة المنظمة الجهود المتميزة التي بذلوها لتنظيم هذه البطولة ترجمة نانسي قنقر بسم الله وعلى بركة الله يسرنا افتتاح البطولة الآسيوية الثالثة عشر لإختراق الضاحية متمنيا للجميع التوفيق والنجاح هذا وقد أعرض سم الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن فخره واعتزازه بما حققه منتخب ألعاب القوى من نتيجة غير مسبوقة على صعيد البطولات الآسيوية لاختراق الضاحية مؤكدا سمه أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة لرعاية ودعم جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعا لقطاع الشباب والرياضة وكذلك للجهود التي تبدلها الحكومة الرشيدة برئاسة سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عبر تنفيذها للمشاريع التطويرية التي تسهم في دافع عجلة التنمية الشاملة في هذا القطاع الحيوي وأضاف سموه أن هذا الإنجاز يعكس الجهود المتميزة التي يبدلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في وضع الخطط والبرامج الهادفة لترجمة رؤى القيادة الرشيدة في مواصلة التطوير والبناء في الحركة الشبابية والرياضية بالمملكة والذي ينعكس على النتائج التي تحققها الفرق والمنتخبات الوطنية بمختلف المحافل والبطولات والذي يسهم في رفع اسم مملكة البحرين عاليا في تلك المشاركات وأعرب سموه عن الفخر الكبير بما حققه منتخب ألعاب القوى في هذه البطولة حيث أثبت العداءون والعداءات بذلك علو كعب ألعاب القوى البحرينية على الصعيدين الآسيوي والعالمي وهو ما يزيد الإصرار على مضاعفة الجهود للتمثيل المشرف لمملكة البحرين في جميع المشاركات وتحقيق المزيد من الإنجازات وقد أشهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالمستوى الفني المتميز الذي ظهر به عداء وعداءات البحرين في هذه البطولة مقدرا سموه الجهود التي بذلها الجهاز الفني والإداري للمنتخب في إعداد اللاعبين واللاعبات مشيدا سموه في الوقت ذاته بجهود أعضاء اللجنة التنظيمية في الإعداد والتنظيم لهذا التجمع الرياضي الآسيوي وقد قام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بتكريم العداء يونيس كيروا الفائزة بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق الماراثون لبطولة العالم التي نظمتها الصين في صيف العام الماضي الفين وخمسة عشر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر